شكرا بعد 74 سنة نجتمع مرة أخرى لإدانة معاناة الشعب الفلسطيني رئيس الوزر الإسرائيلي ذكر أمام جمعية العامة بأن إسرائيل ديمقراطية مسالمة وأود أن نذكر هذا المشري أن إسرائيل هي الدولة التي لديها أكبر عدد من القرارات في تاريخ الأمم المتحدة الأمم المتحدة تعطيل في الديمقراطية كشكل من أشكال الحكومة كمقياس عالمي لحماية حق الإنسان كيف يمكن السلطات إسرائيل تدعي بأنها ديمقراطية ومع ذلك لا تأبه بقرارات الأمم المتحدة ديمقراطية إسرائيلية لا تترد في قمع المجتمع المدني كما شاهدنا من قمع النظامات غير الحكومة الفلسطينية أو طرد خبراء الأمم المتحدة من أراضيها نحن هنا لكي نعرب عن دعمنا لكل مدافع عن حقوق الإنسان مرة أخرى نودين وعدم اتساق عدد الدول في إدانة حقوق الإنسان ونرحب بخطوات الولايات المتحدة لإدانة البشائع المرتكبة في الصين ضد الويغور نتساءل هل أن مفهوم انتهاك حقوق الإنسان يتغير من بلدا إلى آخر؟ هل أن الإجلاء القصري للناس يعتبر انتهاك للقانون الدولي ينبغي الامتثال لمبادئ الديمقراطية وبتالي فمنظماتنا وجينيب أنتنش سنتر فري جوستس تحث مجلس حقوق الإنسان وكل دولة بأن تطبق قرارات الأمم المتحدة لوقف سياسات الإسرائيلية المتوحشة والاحتلال شكرا